قاعة الصلاة فارغة والمنبار لا يعله أحد ومقصورة الصلاة افتقدت الآئمة بسبب وباء كورونا إلا أن كل ذلك لا يعني أن نشاط المسجد قد توقف فهاهم رجال مسجد الحق ببوسعادة يستعدون لتوزيع قفة رمضان على المحتاجين من أبناء الحي كعادتهم مسجد الحق دائما يقوم بحملة تضامنية يعني للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام لحي 24 فبري أغلقت الجماعات والجمعة ولكن المسجد له دور اجتماعي كذلك في مجتمعه مبادرة أتت هذه المرة وسط ظروف خاصة نتيجة تأثر العائلات محدودة الدخل بتدعيات الحجر الصحي ما يجعل أغلبهم في أمس الحاجة لهذه الإعانة ونشكر الإمام اللي رهى تم في الاستمرارية على قفة رمضان عبر السنوات لفايتة خاصة في هذه السنة مع الأزمة هذه الحمد لله وفقنا ربي في كل عام نحن نوزع في هذا القفة وصورة هذا رمضان الناس رحم متضررة ببزاف من هذا الوباء وإن شاء الله ربي يرفع عنه هذا الوباء ورمضان مبارك لجميع الأمم المسلمة لا أحد ينكر أن المساجد في الجزائر تلعب دورها الحقيقي بنشاطاتها الجوارية وحتى في أصعب الظروف لترسم صورة ذلك المكان المقدس الذي كان ولا يزال عماد المجتمع رغم كل شيء شكرا